السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم ومعكم الخطاط محمد الحميلي ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي خط النسخ تعودنا معكم كتابة آية أو جزء من آية أو كلمة أو كلمتين بخط النسخ مع ذكر ميزان وتقنين هذه الآية الكريمة بغرض إتقان وتحسين الخط للمبتدئين أتمنى من حضراتكم دعم القناة بعمل لايك لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمن يشاهد القناة لأول مرة أو يتابع الدروس ولكن لم يشترك حتى هذه اللحظة تفاية كده ويلا بنا نشوف هنكتبه النهاردة 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 تفاية كده أبيون بنا نشوف هنكتبه نكتبه ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر إنك لمن المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا في عصر هذا اليوم يوم الجمعة يفضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة الإبراهيمية طبعا بدون إل amount سيدنا في الصلاة تذكر بدون هذا اللفظ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما في غير الصلاة يعني لو أضفنا لفظ سيدنا لا حرج من ذلك اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأي صيغة تذكر هذه الصلاة لك الأجر والثواب بإذن الله والأمر واسع أتمنى من أصدقائنا الكرام ألا يحرموا أنفسهم من فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة بعد ما كتبنا مع حضراتكم هذه الآية الكريمة من سورة ياسين عايزين نشوف تقنين وميزان هذه الآية على عجالة لن نطيل عليكم أتمنى منكم الاستمرار في متابعة الدلس للنهاية إنك حرف الألف زي ما احنا قلنا وذكرنا لحضراتكم إن الارتفاع بتاعه بيكون طوله خمس نقاط بحجم القلم الذي تكتب به وفي بعض الناس بتقول إيه موضوع النقاط والدوائر الحمراء دي دي عبارة عن قياس لطول أو عرض الحرف يا جماع عبارة عن قياس أو طول الحرف حتى يكون الأمر مقنن وموزن تمام؟ للخط قواعد من هذه القواعد ميزان الحرف عن طريق النقاط أنا بعمل دوائر بدل النقاط لتسهيل الأمر يعني في أثناء الشرح وطبعا الألف ما اللي بيكون من أعلى جهة جهة اليسار وبعض المذاهب وبعض الخططين والمدارس حتلاك يطول الألف أربع نقاط تمام؟ لا حرج من ذلك بعدك سنة النون يا جماع زي رقم واحد صغير ونزلنا عملنا عملية فرق للقلم وذكرنا وقلنا فرق القلم معناه لف القلم أثناء الكتابة بعكس عقارب الساعة بحيث يديني الجزء اللي من أسفل رفيع طول هذه الجزئية نقطة بعد كده مشينا بعرض القلم كامل شايفين هنا يا جماعة الجزء ده بيكون أعرض من الخطوط الرأسية خلاص وقلنا أن الخطوط الأفقية بتكون أعرض من الخطوط الرأسية نقدر هذا الجزء النقطة أيضا وبعد كده طلعنا وعملنا الكاف المنتهية الكاف المنتهية لاحظ هنا في مسافة نقطة بينها ما بين السطر وبعد كده نزلنا وعملنا جسم الكاف وضع نشارة الكاف في الوسط في هذا الجزء لمن؟ اللام لها حلية لاحظ لها ترويسة من أعلى عبارة عن نقطة ونزلنا منها الألف ليس له ترويسة من أعلى وعملنا هنا سيبنا مسافة نقطة كده نزلنا بعرض القلم عملنا حرف الميم وبعد كده مشينا هنا خط لكده مستقيم وبعد كلافين يدنا وعملنا حرف النون حرف النون زي رقم واحد أيضا وبعد كده نزلنا وصعادنا صعود بهذا الشكل وعملنا الكاسة بتاعتنا الكاسة بتاعتنا قلنا احنا بتكون ثلاث نقاط والجزء ده بيكون هنا في مقدار نقطة وأسفل الحرف هنا بيكون في مقدار نقطة وضعنا ألف المرسلين على نهاية حرف النون لو أنت مش هتقدر تزبط الموضوع خليها منفصلة وكاسبنا مسافة هنا نقطتين بينما بين اللام وعملنا حرف الميم زي ما عملنا المن برضو عبارة عن يزول بالقلم ثم رجوع مرة أخرى وعملنا حرف الراء سنة الراء لا تظهر من أعلى السنة اللي هي العلوية طالما هذا الشكل من إيه من أشكال اتصال الميم مع الراء ولكن إذا أتت الراء بعد مد لازم تظهر السنة من أعلى والجزء ده جماعة ونحن بيرسم أيضا بسمك أقل من سمك القلم الأصلي وهنا في إيه في نزول مقدار نقطتين وفي ميل مقدار ايه نقطة للحرف والحرف نفسه الجزئية دي برسمها رسم ايه بسن القلم بتكون هنا الجزئ ده ثلاث ايه ثلاث نقاط تمام؟ هنا الجزئية دي بتكون مسافة ايه مسافة نقطتين المرسلين أسنان السين بدأنا السين يا جماعة شايفين من يعني في آخر جزء من حرف الراء وضعنا ايه وضعنا السين يعني بدخل الناس جوا في حوض ايه حوض الراء ماييش من هنا كده وابدأ واعمل ايه السين كده خطأ لا يعني على أقل مسافة الجزئية الأخيرة دي اهو اهو آخر جزئية اللي هي بعملها بسن القلم ممكن أضع ايه الحرف السين يعني في بدايته وأسنان السين زي ما عملنا سنة الباعد جزئية دي مقدار نقطة وبعد كده بطلع لأعلى كده من هنا في صعود تمام واخد السينة التانية بتكون زاوية بتاعتها هنا منفرية والمسافات هنا بتكون مسافة بين السينة الأولى والتانية نقطة وبين التانية والتالتة بتكون أوسع قليلا نقطة ونصف بعد كده هنا عملنا كشيدة مدينة هنا في عمق ايه نقطة الكشيدة بتاعتنا لو بصينا عليها هنلاقي نفسها هي نفس حوض حرف ايه حرف البا يعني لو عملنا كده هنلاقي برضو المسافة دي اربع نقاط تقريبا وبعد كده طلعنا وعملنا حرف ايه حرف اللام الوسطي خدنا بعد كده معنا حرف اليه وحرف النون طوال ما احنا قولنا فيه حرف النون وورا حرف اليه جماعة لازم يبقى أرفع سنة اليه سنة اليه خدنا وطلعنا للفوق هنا الصعود بتاعنا حاد شوية وبعد كده طلعنا عملنا ايه عملنا حرف اليه هنا في مسافة نقطة تمام والاتجاية بتاعنا وطالع بين naye ناحية اليه ساق قليلا سيبنا مسافة نقطة أيضا وبعد كده هنا عملنا إيه عملنا حرف النون النون طبعا إحنا زي ما قلنا لتساعة بتاعنا ثلاث نقاط تمام وطبعا البداية بتكون مرتفعة عن نهاية نقطة الجزئية دي هنا بتكده بتشيل نقطة وأسفل الحرف بيكون أيضا يشيل معنا نقطة كده وصلنا معاكم لنهاية هذا الدرس ولو أنت مكمل معنا للنهاية يبقى أنت حضرتك كده من الأبطال اللي بيتابوا معنا الدروس للنهاية الدروس المفيدة وتغلبت في هذه الحالة على النفس الأمارة بالسوء التي تركا للدعاء وعدم الاستمرار في متابعة الدروس التعليمية أتمنى من حضرتك الضغط على زر إعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي سواء بالقلم العادي أو بقلم الخط العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة عزيزي المشاهد اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية مع آخر استحياتي محمد الحميل